لم تشهد كاركوك أمطاراً كتلك التي هطلت أمس فقطعت أوصالها الشمالية وغطت الشوارع وظلت وحدات الدفاع المدني تنتقل من حي إلى آخر عائلات حاصرتها المياه وأخرى جرفتها المياه تدفقت بسرعة وشقت طريقها في قرية حصار وهدمت منازل كانت قريبة من مجرى السيول الكل أنقذ إلا أطفال عائلة نازحة من الأنبار الطفلة شيخة ذات الربيعين وأخوها إبراهيم ذو الأربعين يوماً هذه العائلة كانت تعمل في حراسة أحواض السمك فحاصرتهم المياه وحاولنا إنقاذهم كان عددهم أربعة عشر وغرق اثنان منهم الحزن كبير هنا نزوح مثقل بالمعاناة وكأن العراقيين تنقصهم أسباب للموت حتى تأتي السيول وتخطف الأرواح طلقتاني أركضونا المي بورا البيت جدام البيت قدت هاي الحرمة وبنية شايرين الأطفال وقعنا طفنا تقريباً خمسين متر بالمي قضبتهم خلاتهم عارتون بالإذرة كان إذرة بصفنة أكأش والإذرة مي سريع وقوي الطفال قال الطفال راح ما متوقعين هاي شي يصعد المي صعد عليهم المي شال الطفال تريد يعبرون أخت هاي الطفال أختهم شالتهم وقعت بالمي من وقعت هدتهم والمي شالهم بالطفال والدنيا قرية حصار الأكثر تضروراً من بين القرى المحيطة بكاركوك يطالب نواب وممثلون عنها بتعويض المتضررين وأغلبهم مزارعون أمامنا شغلتين كمنس نواب العراقي أولاً هناك قرار لتعويض العوائل المتضرة من الأحداث الناجمة الطارئة مثل فيضانات والسيول وهكذا النوع من الأحداث وثانياً أن نأخذ بالمشاريع السيئة في محافظة إلى الجهة الرقابية باعتبارها شغلنا توقفت الأمطار وانخفضت المناسيب واختفت السيول وطالما الغيوم تتجمع فالخطر قائم من كاركوك أتلة الأغة الشرقية نيوز السيئة الرجال ؟ اشتركوا في القناة